بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد مع سلسلة لماذا جعلت التقوى علة لصيام شهر رمضان سيد ربيض محنو وتعالى حددنا قالنا رمضان لأنا فرطوع لكم هلاش باش ما نختلفوش في العلة وقالنا أنا فرطوع لكم باش تكونوا من المتقين حددنا تجينا التساؤل واش تقوى عندها قاع هذه الأهمية هادي باش نعرفوا واش عندها أهمية ولا لا انظركوا السر في هذا الشي هذا هذه الحلقة من الحلقات اللي غدين نتكلموا في هذا الإطار هذا تحت عنوان أهمية التقوى في حياة الإنسان من خلال القرآن أهمية التقوى في حياة الإنسان من خلال القرآن باش نتركوا السر في التركيز على التقوى ليش على سيد ربي سبحانه وتعالى علا الصيان خسر قروا القرآن من صورة الفاتحة حتى صورة الناس باش نعرفوا الأهمية ديال التقوى في القرآن كلام الله عز وجل واش تتسحق هادلي اهتمام هادا كله باش يخصص لها سيد ربي سبحانه وتعالى شهر كامل باش نتدربوا عليها ولا لا سوف نرى 11 النقطة وهي النقطة كثيرة في هذا الشيء بزاف ولكن هذا اللي سيسعب به الوقت أولا التقوى وهذا الشيء سيصح بزاف ديال الأمور التقوى هي الميزان الصحيح والصائب والمفيد اللي والمجتمع اللي واجب باش نتاخدوه باش نقسموه التقسيم والتفاضل ما بين الأفراد دب احنا عندنا هذا فضل من هذا اش حيث عنده الفلوس حيث زوين فلوجه دياله حيث بيضه ماشي كحل حيث عنده الجاه حيث عنده شهي منصيب هذي كلها مقاييز ماشي هي ديال التفاضل سيصح النسيد ربي يقول لك هذي الشهده سيخرج عليكم أي مقياس ديال التفاضل درته سيخرج عليكم والمقياس الوحيد اللي هو التقوى دك شعلاش قال سيد ربي بصورة الحجوراس إنا أكرمكم عند الله أتقاكم ده اللي يخسر نقدره إلا مشي نعطينا قيمة لشي واحد من غير التقوى رغضبنا الله عزواج الله لهذا جه في الحديث من قال لمنافق يا سيدي فقد أهضب الله منافق ما طيعش الله عزواج الله قلنا لي إحنا أسيدي لأننا عنده الفلوس وعنده الجاه ولا عنده كده ولا كده وبيننا الرسول الصلاة الإسلامية آيس المنافقي أربعة هذا درجة في النفاق النفاق الكبير والخطير هو أن يضمير الكفرة ويظهر الإسلام هذا خطر كثير وهذا ما نشوفه في النقطة الثانية وفي الدرك الأسفل من النار فلهذا هذا هو التقوى هذه التقوى الأهمية لديها التفاضل بالأفراد التقوى هي الميزان الصحيح والصائب والمفيد اللي واجب باش نتخدوه لتقسيم الطبقي في المجتمع نحن في المجتمع برناع المادة وقالنا في الدول كلها ما كان شيء دولة دائرة هاد الميقياس هذا قاعدة الدول الإسلامية ما ديرش هاد الميقياس شنو الميقياس اللي دائرين طبقة البرجوازية طبقة المتوسطة طبقة الكريحة سيد ربي سيقول لك لا المتقون تحسبنهم الكفار تحسبنهم المنافقون وبيننا هادش هدف أطول صورة ديال البقرة وقالنا أول ذلك الكتاب لا ريب في يدل المتقين معتر الصفات ديال المتقين تحسبنهم إن الذين كفروا سواء عليهم أهندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون معتر الصفات تحسبنهم المنافقون لأن سيد ربي قال إن المنافقين في الضارك الأسفل من النار ومن الناس من يقولوا آمنا بالله من اليوم الآخر وما هم يؤمنين الصفات ديالهم فلهذا هذا هو التقسيم اللي خص وغادي نفعنا في الدنيا ديالنا وفي الآخرة ديالنا من الفوائد ديال التقوى في القرآن اللي تنقرأوا التقوى هي السلطة الوحيد اللي به تتم لاستفادة وليه تداء بالقرآن الكريم اللي هو المنهج للحياة واللي هو وكل من الله عز وجل تقول سيد ربي في صورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين شكولي غير يستفد من القرآن ومن المتقون غير المتقي تيكون خسارة عليه تيقول سيد ربي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لهذا تكون خسارة باش نستفد من القرآن خصوة نكون من المتقين معناه هذا الضروري للتقوى التقوى هي الزاد الوحيد للدر الآخرة باش غير المشي لقلع الزوج الله ما يمكنش إنسان يمشي من دولة لدولة وهو دائر الفيزا ودائر كل شيء ولكن ما عنده حتري أول تيسوله في الدوانة شحال خرج باش ما يمشيش يخرجوني فلوس من المغرب عند ناحية تيسول الدوانة الخروج هادوك أشنو عندك دخل شحال غير يتقلس باش ما يكونش عالي عليهم تماما فالم Livio هادوك هما يكونش بالتقوى العملة واش دولار أورو لا ين ولا دينار ولا على حسن ديك الدولة اللي سفعد لها اشنا غنمشي من دار لدار من دار الدنيا لدار الفنا لدار الباقي لدار الآخرة شوها العويل اللي سفعد الدي هو التقوى ناك سيأعى السيدة ربيinis تبحانه وتعالى قال وتزودوا في صورة البقرة وتزودوا فإن خير الزاذي التقوى التقوى هي الفيزا اللي بها تتقبل الأعمال ديال المكلفين اللي ما عندوش تقوى يصلي ويصوم ويدير اللي بغاه لا يقبل منه صرف ولا عدلا لأنه سيدر بيقلنا في صورة المائدة إنما يتقبل الله من المتقين وبدأ هاد الجملة هادي بآدات إنما عندهم وللغة تسمى آداته حصرين ما مقبولش لا صرف ولا عقل ولا صرف ولا أي شي فليهذا هنأي باش غير يشوفون عند تقوى هاد الأهمية باش يتقبل لي العمل ديالي تكون عندين فيزاة خسنين نكون متقي باش نتفاضلوا مبيناتنا خسنين نكون متقي باش ما نكونش من الخاسرين نستفذوا من القرآن خسنين نكون متقي النقطة السادسة التقوى هي اللي تصلح الأعمال ديال الفرد في جميع المناحي ديال الحياة الدنيوية والأخراوية تقول سيد ربي سبحانه وتعالى في صورتي فاطر إليه يصعد الكلم الطيب والعمال الصالح يرفعه والله عز وجل لما تقبل من العمل إلا ما كان صالحا لهذا أشل غدين ديال باش يكون العمل ديالي صالح تقول لي يا سيد ربي هالحل وهو الرحيم كل الشعطان هالحل دياله تقول نفس صورة الأحزاب يا أيها الذين آملوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بالتقوا تيتم لاسورانس على الوليدات زيالي حتى تنضيروا لاسورانس إننا خفنا وليدتنا وكذا كذا وهذا حكم أخر وش حلال والأحراب هذه مسألة أخرى نحن غير تقولوا من لاسورانس اللي تنضير هذا الولادي تنشير ليهم شي ضار مش نضم ليهم شي قدر مالي ما لا تنقول أنا على حسب ولادي لم تتنى سيصيبوا هذا الولادي قد يبيعوا دك الشي قد يصوتوا فيه فعشان قبر لهذا أحسن تأمين وأحسن أسورانس لوليدات زيالي اللي اختع لهم كانوا صغر ولا كبر ولا فهمين ولا ما فهمينش هو التقوا ذلك شعر جلس يترد بي بصورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم معنى ضعاف مجتمع شلهبي وكان شي اختع لهم اللي يحفظ لك لوليدات ديالك في الكرش ديال مهم وحفظك حتى انت هو قد مش غادي يحفظ هذا الشي وخام تكونش انت اشنو غا ندير فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدة التقوا والقول سديد هاد التقوا هادية الوصية ديالله عز وجل الموحدة لكل أمام حتى تقوم الساعة من عاد سيدنا آدم عليه السلام مثل الساعة تقول سيدربي بسورة النساء وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابًا مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمُوا أَنِتَّاقُوا اللَّهُ التقوا هادية لباس نحن نعم هذا شيء ما عندنا لمن الجسد الله عز وجل لدى الجسد ودى الروح والروح دخلنا في الصدق وتقفز هذا الجسد هذا الجسد هذا مأموري لن ينبسوهه بسياد وأنتنظفون تقادوا كل شيء مزياد والرسول الصالة السلام عليكم قال كنوا واشربوا والباسوا وتمتعوا من غير ما خيلة ولا صرف فإن الله يحب و ان يرى أثار نعمة الله على العبد بسياد وقال سيد ربي في القرآن في سورة الأعراف يا بني آدم قد نزلنا عليكم لباسا يواري سوقاتكم وريشا يغطيكم لأن الجمال بنادم هو يتغطى والجمال ديال الحيوانة هو العرا هذا هو ما الأدواء السليمة أما الأدواء اللي خسراء هذا ما نفضلوش عليها أدواء السليمة بل سيد ربي حي تعاقب آدم عليه السلام وحوى عليه السلام عراهوم فالعرا رأى عقاب من الله رأى من شي موضى لأنا سيد ربي سيتكلمين على هذه النعمة ولكن قلنا كاينة واحد حاجة أنتم ما معرفته هاش ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون فلباس ديال التقوى وما أدراك ما لباس تقوى مولف كل إنسان سوي الفكر دياله مستقيم الفيطرات دياله باش يهتم باش يغطي العورات دياله ويسترها واللي تيخش على هذا النطاق هذا دي تتعطي وشد مثلا نضروش عليه هذا وشده لا حكم له هذا ما دخلش في القضية هذا إنسان خرج على الفيطرة هذه آية من آيات الله عز وجل فلما علم الله عز وجل ذلك من خلقه يجعل لهم من ذلك رابطا باش يعتنيوا بواحد لباس آخر كيف يعتنيون باللباس نحن دبا بارغ نحتى في اللباس هذا واللي نتا نقول لك هذي مارك معنى تتبع ثمن غالي لأنه مارك هذي هذي ماشي مارك هذي غير عادية واللي لما مشي تنتقساوه واللي نتنتبهه في الكسوة وهذا الشهده دخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تسرفوه إنه ولا يحبو المسريفين فليهذا نخصنا لبسه ونزينه ولكن دون إصراب سيد ربي ربطنا بواحد الحاجة أكثر من هذا الشهده شنو هي هذه الحاجة اللي ربطنا بها؟ هو لباس الروح والفضيلة ديال العراء ديال الروح من اللباس ديالها والسقوط ديالها ديال الإنسان أشد وأنكام من العراء ديال اللباس ديال الجسد ولا شك فالروح ديال الإنسان أغلى وأعظم القفص لجسد دياله بما لا تجوز معه المقارنة البتة ولكن مع ذلك تتجد بزاف ديال الناس يهتموا باللباس ديال أجسد ديالهم إلى حد الصرافي والتكبر الخيالة ربما وما عطينا أي اهتمام اللباس ديال التقوى وهذا تخص نرجع إليه شوف هنا التقوى الأهمية ديالها والدورة التكوينية الرمضانية بل ولعل هاد العبارة القرآنية ما تحتناش في الأسماع ديالنا وعمرنا ما اسم معناها لباس تقوى سنردول البل لباس تقوى نقطة العاشرة قبل الأخيرة من العالمة ديال التقوى ودرس محاضرة في هذا الشيوتي والذي كان عندنا شي ميزان كما أنه بالنسبة عندنا ميزان ديال ضغط الدم ديال الإنسان لطنسيوم عندنا ميزان ديال السكار عندنا ميزان شحال ديال حاجة نعرفه بها إيه بغيت نعرف راسي أنا فين بلغى عندي التقوى باش نشوف واش نزيد ولا نقص سيد ربي سبحانه وتعالى تقول لنا في صورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فهذا هو على قدمة عظم الشعائر ديال سيد ربي صيام صلاح حجز كأي حاجة من الشعائر دليل على أنه رات تقوى عندي إيه لكن تغيي تنسى بها ديال شهاد رات تقوى ضعيفة وما كيش لا يوجد في الحقيقة فرد من الأفراد ديال بني الباشار إلا وعنده نوازع مركوزة داخلة في النفس دياله من طبوعه في الفطرة دياله ديال تقوى ولكن الأمر تحتاج الجهد في التزكية والتطوع ديالها للنفس هذه باش تستجبل الأمر الله عز وجل وتخالف الهوى ديالها والله سبحانه وتعالى تقولنا في صورة محمد والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وش حال مبدال الإنسان من الجهد في سبيل التقوى تيت التمهنية ما يستطعش باش يجزم يقول انا من المتقين ولا يحكم على شي واحد يقول لي انت من المتقين لان تتقوا المحول دياله القلب احنا مطلوبين باش نبدلوا المجهود ديالنا وسيد ربي هو اللي عارف ديالك الشيء على السيد ربي سبحانه وتعالى قلنا عندك فلا تزكوا أنفسكم هو اعلموا بمن يتقى لان انت تتبع القضية تتتموت الوعد وتكون حسن خاتمة هذه الساعة يمكننا نشكره حسب الظاهر ولكن تبقى الأمر ديالسيد ربي سبحانه وتعالى فتقوا أمر سري ما بالعبد والخالق دياله كما أن الصيام هو أمر سري ما بالعبد والخالق دياله شوف الأهمية آخر نقطة في هذا الايطار ديال التقوى هو نظرا لمالي التقوى من أهميتين تدر بأمر باش نتقيوا حق التقوى وقالنا يا ايو الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صحب جاههم نجش صعيب وقالنا وأينا يتقي الله حق ثقاته فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر ونزرق الله عز وجل في سورة تغابون فاتقوا الله ما استطعتم لا نسخن لي الآية ديال آل عمران وإنما تبيين لها اتقوا الله حتى لا تسركوا من المستطاع شيئا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة